اشتركوا في القناة وكذلك نقدم لكم العديد من النصائح والارشادات وكذلك الاسرار للحصول على علامات جيدة باذن الله لذا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديدنا في قادم الايام في البداية قبل مشاهدة الفيديو اذا لم تقرر بعد البدء في الدراسة لا تضيع وقتك في مشاهدة الفيديو لانه لن يفيدك بشيء فكل شيء يبدأ منك فانت سيد نفسك فعندما تقرر الدراسة تعالى لتشاهد الطريقة الصحيحة التي تتابعها وشكرا لك يسعى الاغلبية من الطلبة اذا لم نقل الجميع للحصول على علامة ممتازة لكن الكثير منهم لا يعرفون الطريقة والمنهج الصحيح الذي يقودهم نحوها ويبقون في حالات من التشتت لذا قررت اليوم ان اعطيكم المنهج والطريقة الصحيح الذي حتما اذا اتبعتموه ستحصلون على علامة ممتازة باذن الله اول شيء واول نقطة وهو ابحث عن التعلم وليس النقطة حذ يسعى الكثير من الطلبة للحصول على علامة ممتازة باي طريقة كانت سواء عن طريق الغش وهناك الكثير صدقوني من يقوم حتى بحفظ كيفية حل التمارين وحل كل التمارين الممكنة لذا نجد الكثير من اصحاب العلامات المرتفعة ان مستواهم جد جد محدود وهنا دعني اوضح لك مثالا جيدا هنا التعلم وهنا نقطة ممتازة وهنا نقطة سأوضحها فيما بعد هنا التعلم وهي محطات التعلم وبعدها النقطة الممتازة وبعدها شيء سأوضحه هناك عدة طورة سواء عن طريق الغش أو غيرها لكن اعلم ان التعلم سيقودك حتما نحو النقطة الممتازة وحتى لو قدر الله بسبب الظروف وشاء ان لا تحصل على علامة ممتازة ستحصل على هدف اجمل وهو هدف الجميع الا وهو النجاح في الحياة لذا يا اخي او اختي اذا لم تحصل على علامة ممتازة واخترت طريقة التعلم فاعلموا انكم حتما ستصلون الى النجاح في الحياة فالدنيا محطات اذا اخترت النجاح ستحصل عليك الان ننتقل الى النقطة الثانية الا وهي تنظيم الوقت حيث اجعل وقتا للدراسة ووقتا لمواهبك ووقتا للراحة انا لن اعطيك جدوى الخاص بك لكن نظم وقتك بنفسك حسب ظروفك وانشغالاتك لكن يجب ان تعلم شيء وهي ان تدرس الان ساعتان في سبتمبر احسن من ان تدرس ست ساعات في افريل وربما تدرس اكثر من ست ساعات ثالثا الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي قدر المستطاع لانها تسبب الادمان وبالتالي قلة التركيز والتشتد وكذلك تسبب الخمول والكسل حيث اجعلها من الثانويات فقط واللجوء اليها عند الحاجة اليها فهي ماضيعة للوقت والجهد لذا اجتنبوها قدر المستطاع اخوتي فهذه نصيحة مهمة جدا جدا النقطة الرابعة وهي عدم الصهر والاستيقاظ باكرا لان الصهر يسبب لكم التعب والقلق والتوتر العصبي وكذلك ضعف التركيز حيث النوم من الساعة العاشرة والنصف الى غاية الرابعة والنصف ليلا كافية جدا لتزودك بالنشاط والراحة النفسية التي تساعدك على الدراسة فكل الهرمونات المساعدة في ذلك تفرز ليلا لذا تجنب الصهر حيث النوم في الرابعة او بعد الرابعة والنصف لا توجد به اي فائدة بل يسبب الخمول والكسل اللذان سيمنعانك من تحقيق النجاح حيث صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال بورك لامتي في بكورها اما الاشياء التي تساعدكم في عدم الصهر هي كممارسة الرياضة حتى المشيء مفيد وكذلك تجنب الوجبات الثقيلة قبل النوم والتقليل من السكريات لانها تسبب الخمول كثيرا وقوم باطفاء اضواء الغرفة او التلفاز او الهاتف النقل قبل نصف ساعة من النوم وقرأ في ذلك الوقت كتابا او مراجعة خفيفة او من الاحسن قراءة القرآن الكريم ننتقل الى النقطة الخامسة وهي مشاركة ما تعلمته مع الاخرين لانه يزيد من فهمك للدرس وكذلك عدم نسيانه وصدقوني في ذلك بركة لانه عند مشاركتك علمك مع الاخرين ستتعلم اشياء جديدة وينفتح تفكرك وستساعدك في النجاح بشكل كبير باذن الله تعالى النقطة السادسة وهي اعطاء كل المواد حقها حيث لا تهم المادة على مادة يجب عليك دراسة كل المواد اذا اردت الحصول على علامة ممتازة فمثلا شخص يدرس علوم تجريبية يجب عليه تخصيص وقت للفلسفة وحفظ التاريخ والجغرافيا لانها حتما تؤثر على النتيجة النهائية ولا تركز على مواد معينة بل نظم مقتك حيث تستطيع قراءة كل المواد ومراجعتها وفهمها على مدار الأسبوع ليس في أسبوع تدرس الرياضيات فقط وفي الأسبوع الآخر تدرس فيزياء فقط بل اجعل أسبوعك شاملا ومختلفا نقطة السابعة وهي تذكير نفسك دائما بالنجاح وهي سواء في الدراسة أو في الحياة دائما تذكر نفسك بالنجاح لذا أيها الطالب أطلب منك أن تكتب الآن في كراسك أو في غرفتك عبارة سأنجح وسأعمل على ذلك لتذكير نفسك دائما بأن النجاح يأتي مع العمل ولن يأتي صدفة وفي الأخير أقول لكم أن هذا الفيديو قصير قبل البدء معكم في نشر الدروس للمواد المختلفة ولا تنسوا الصلاة على النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأسكال السلام ونلتقي في الفيديو هذا القادم إن شاء الله وانتظرونا ترجمة نانسي قنقر